اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او على التحالف المصر السعودي واسراره على التحدي وعدم الاقرار بالواقع الاقليمي وحجمه الطبيعي قصد مصر والسعودية خصوصا في الفترة الحالية بيحاول اردوران كسب اوراق ضغط جديدة ضد مصر والسعودية باي شكل بعد فقدان الكروت اللي كان مفكر ان هي مؤثرة وهنا بيبرز السؤال اللي بيقول اعلاقة اردوران بدعوات التخريب والتحريط في مصر يوم 11-11 طيب ازاي ممكن نفسرها على انها تحدي من اردوران لرئيس السيسي والامير محمد بن سلمان ده سؤال حلو قوي شوف يا سيد من المؤكد انك فاكر ان اردوران سعى للمصالحة مع مصر والسعودية والامارات والبحرين واقعد تموضوا علاقاته مع الدول دي لما ادرك الخسارة الفادحة اللي وقع فيها بسبب عداء لهم خصوصا مع اقتراب هاجس انتخابات 20-23 في تركيا واللي بيتعرض فيها لمنافسة شرسة مع تدني شعبيته بسبب سياساته الاقتصادية اللي قدت لوضع اقتصادي صعب جدا في تركيا وعلشان نكون واضحين بنقول الخسارة الاقتصادية هي احد اسباب سعي اردوران للتصالح مع دول الرباع العربي للحصول على استثمارات من الدول دي الانقاذ اقتصاده المنهارة ثانية واحدة هنا سمع واحد بيتحك من بعيده بيقول يوكي يعني انا ممكن افها من السعودية والامارات قادرين ان هم ينقذوا اردوران اقتصاديا ويدخوا استثمارات في تركيا لكن يا مصر اللي بتاخد استثمارات من الدول دي ممكن تنقذ اقتصاد اردوران والدخ فيه استثمارات دي مصر يا عم ايه اللي محتاجة استثمارات احنا انا اجرج ولا ايه بص هقول لحضرتك هو كلامك صح وغلط في نفس ذات الوقت اصلاك مش شايفة الصورة كاملة مصر عندها السيولة او تدخ استثمارات في تركيا ده كلام سليم وصحيح لكن مصر عندها مستين اردوران محتاج لهم جدا الميزة الاولى هي ان مصر سوق كبير جدا واردوران محتاج انه يزبط العلاقة مع الدولة المصرية علشان ياخد اتفاقيات تجارية مع مصر تسمح له بضخ البضايع التركية واغراق الاسواق المصرية بها بدون عوائق وبدون رسوم جمهورية عالية ومن مصر كمان يتحرك لاسواق افريق اما الميزة التانية وهي الاهم هي ان مصر تمتلك دلوقت الافضلية في شرق المتوسط بالنسبة لمصادر الطاقة وخصوصا الغاز وبسبب قربها من تركيا فهي قادرة على انشاء تعاون معاها في المجال ده يتيح لتركيا الحصول على الغاز او البترول باسعار منخفضة وتنافسية تخفف شوية من عبء الموازنة التركية اللي ارهقها بشكل كبير فطورة استراد الطاقة بالاضافة ان اردوران عينه على الغاز الاسرائيلي ولكن مش هيقدر يحصل على متر مكعب واحد منه من غير التوافق مع مصر المهم يا سادة فهمنا ان اردوران له مصلحة في التقارب مع الدول دي لاسباب متعددة واظنكم فاكرين الزيارة الشهيرة للامير محمد بن سلمان لتركيا بعدما اردوران جاء معتزرا لرياض اردوران كان متوقع زي ما توقع كتير من المرأبين ان زيارة الامير محمد بن سلمان هتكون اعلان عن ضخ استثمارات سعودية بعشرات المليارات تنعش الاقتصاد التركي على غرار زيارة الشيخ محمد بن زيد لكن ده ما حصلش اللي حصل العكس تماما السعودية لم تضع اي دولار في الاقتصاد التركي بينما ضخت في نفس الوقت استثمارات بأكتر من 30 مليار دولار في مصر اللي بيتابعني كويس يمكن يكون فاكر اني قلتلكم في يوم من الايام ان الامير محمد بن سلمان حطى الاردوران شروط لازم يطبقها من اجل تقديم حزمة مساعدات واستثمارات سعودية واهم الشروط اللي حطها الاردوران هو انسحاب تركيا من المشهد الليبي بشكل كامل وهنا بتبرز عندنا الحالة المصرية وتجاوبها مع سعي اردوران للمصالحة لان من المعروف ان اهم شروط مصر لعودة الاعلاقات مع تركيا هو الملف الليبي وبكده بنفهم انه في تنسيق سعودي مصري او شرط سعودي مصري بيتعلق بالملف الليبي من اجل اتمام المصالحة مع اردوران اردوران ذات نفسه بيلاقي صعوبة في تقبل الشرط ده اصل ليبيا فيها بتقول منخفض التكلفة بالنسبة لتركيا وللأسف ليبيا بقت زي المولد اللي صاحبه غايب واردوران استغل الوضع ده لشان يحط ايده عن طريق المرتزقة والميليشيات على النفط الليبي بس مصر وقفت له والسيسي رسم له خط احمر لحد النهاردة اردوران مش قادر انه يقرب منه وفي نفس الوقت اردوران متمسك بليبيا ارضاءا لأطماع استعمارية باقي ده بترضي رغوره العثماني طبعا باختصار اردوران شايف انه من الصعب انه يتنازل عن الملف الليبي وفي نفس الوقت هو مش قادر يستفيد من الملف الليبي حرموا من استغلال النفط الليبي على فكرة انا بستعمل كلمة استغلال تقدبا لان الحقيقة اللي لا شك فيها هي ان اردوران عايز يسرق النفط الليبي وده سبق واثبتناه بالدليل وبكل الاحوال ده مش موضوعنا النهاردة المهم يا سيدي اننا خلال السرد السابق ده اثبتنا التعاون والتحالف والتنسيق في المواقف ما بين السعودية ومصر تجاه اردوران وهنا بتبرز غربة اردوران في امتلاك كارت ضغط على الطرفين المصري والسعودي وعلشان كده بقول لكم جازما ان دعوات التظاهر يوم 11-11 في مصر هي برعاية الرئيس التركي رجب طيب اردوران الهدف منها تشكيل ضغط على الدولة المصرية ولكن الامن العربي تكاملي وما يؤثر على مصر لا شك انه هيؤثر على السعودية والعكس صحيح طبعا حده هيستغر رب دلوقتي ويقول لي ازاي عمل الكلام ده ده اردوران لسه قابض على حسام الغمري وكان واحد من معطيع الخرفان اللي بيحردوا على التظاهرات من قنواتهم سواء في يوتيوب او القنوات التلفزيونية اللي بتبث من تركيا فازاي انت عايز تقنعنا يعني عنديلي ان اردوران ورا التحريط ضد مصر ده ودعوات 11-11 ازاي ما هي متركبش؟ عزيزي اصلا قيام اردوران بالعبض عليهم كل شوية ده اكبر دليل على انهم بيشتغلوا بكارتة اخدر تركي واوامر تركية النظام التركي بيقبض عليهم علشان يدي اشارة للسيسي ان الناس دي تحت تحكمنا وتحت طعنا احنا نقدر نخليهم يحردوا عليك واحنا نقدر نمنعهم ونقبض عليهم زي ما انت شايف يا سادة اش معنى الامن التركي قبض عليهم دلوقتي بعد ما سابهم اكتر من شهرين وهم بيحردوا علشان 11-11 ما هي المسألة بالعقل يا جماعة يعني؟ دعوات التحريد اللي طلعت من تركيا بقالها مدة طويلة واحنا عارفين ان الاعلاميين دول او المقطيع دول سواء بتوقع الاخوان او غيرهم احنا عارفين كويس جدا ان هم ما بيتنفسوش الا بامر الامن التركي وتحديدا بامر ياسين اقطاي مستشار اردوران لانه هو المتحكم فيهم وهو اللي بيديهم التعليمات وده امر معروف للجميع وبالتالي بنفهم ان الدعاءات التركية بقافلة قنواتهم ومنعوهم من التحريد على مصر كلها الدعاءات كاذبة من اكتر من سنة ومن ساعة طلب اردوران تحسين العلاقات مع مصر والناس دي بتحرض وبتكذب على الدورة المصرية من قنواتهم اللي في تركيا زي ما قلتلكم يا جماعة اردوران عايز يوصل رسالة لمصر والسعودية مختصر الرسالة دي بيقول انا قادر على التأثير والدليل هو قدامكم دعوات 11 11 دي بتطلع من عندي ففظلنا اردوران ان الدعوات دي ممكن ان هي تأثر على الجانب المصري او السعودي ويصبح عندهم ليونة ويتنازلوا عن بعض شروطهم ولكن الواقع بيقول عكس كده تماما ولعبة اردوران دي اتردت عليه هو من الجانب المصري والسعودي لان مصر وقفت المباحثات الاستكشافية مع الجانب التركي والسعودية لم تتقدم باي خطوة سياسية او اقتصادية تجاه تركيا وبالتالي الرسالة المصرية السعودية بتقول فيما معناه اعلم في خلك ركاو يا اردوران محاولاتك للضغط ما لهاش اي تأثير لانه اذا كان في ناس ممكن يستجيبوا لدعوات النزول ففي ناس اكتر منهم فاهمين ان دعاة الثورات دول كدبين وضلالية لانه اذا كان همهم الارض والدين زي ما بيدعي معظمهم فاحنا عمرنا ما شفنا لهم دعوة واحدة بس بالطالب الشعب الفلسطيني او الشعوب العربية بالانتفاضة من اجل فلسطين فلسطين محتلة محدش طالب الفلسطينيين بالثورة او الانتفاضة الاكبار الصهينة على الانسحاب من ارضهم حضرتك هتقول لي والاعلامين اللي بيحشدوا للثورة في مصر دول ما لهم وما لفلسطين دول مصريين يا عم هقولك تبقى مش وقت بالك من الصورة كاملة ومش شايفها على بعضها ومش شايف الشخصيات الفلسطينية والقطرية اللي بيطلعوا على قنواتهم سواء الخاصة او قنوات الاعلام بتاع الاخوان ويحشدوا للثورة في مصر طب ما شفتش الحسابات الإخوانجية سواء السورية ولا التونسية ولا الكويتية ولا السعودية ولا القطرية والسودانية والمغربية والجزائرية اللي معظمهم طبعا هربان من بلده أو بيشتغل تحت معرفات وهمية والحسابات دي كلها بتشحن للصورة في مصر طب ما شفتش هاشتاجات 11-11 وهي ترند في اليمن والكويت وقطر طب الديني عقلك بقى انت بقى الديني عقلك هو السيسي اللي بيبني مصر وشعبه في الغالب راضي عنه وراضي به أكتر على الإسلام وعلى الوطن من إسرائيل اللي ما فيش دعوة واحدة بتطلع من الناس دي للتطورة ضد احتلال صريح لأرض عربية إسلامية السيسي موجود في حكم مصر بغضى الشعب المصري ومن قبل الشعب المصري السيسي موجود بإرادة رب العالمين وخلونا نتقابل بعد 11-11 وفكركم ان الشعب المصري واعي وعائل ومش حينزل علشان يوقف مسيرة بلده واللي اشتنوا حيوزوا حينزل عندنا قوات أمن وجيش وشعب حيعرفوا يحموا البلد كويس جدا ضد أي شر وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته